اشتركوا في القناة وإننا لا حجة علينا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد فقد كنا بدأنا في المجلس السابق التعليق على جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي سماه العلماء الاقتصاد في الأعمال وعرفنا أن هذا الجواب عبارة عن فتوى وجهت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل كان مجتهدا في العبادة قد عاهد نفسه على أنه يصوم الدهر ويقوم الليل كله ويحفظ لأنه يحفظ القرآن العظيم وسئل هل يجوز له أن يخالف مقتضى هذا العهد أو لا وأجاب على هذا بجواب مشتمل على أمور أساسية سبق إضاحها في درسنا السابق وأول هذه الأمور هو بيان أصل كلي من أصول الشريعة وهو أن ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الأوامر مبني على الاقتصاد والاعتدال وذلك في سائر شؤون الدين ومنها العبادات وقد ذكر جملة من أدلة هذا الأصل من الكتاب والسنة وذكر مسألة وهي لو أن شخصا أتابع العبادة على غير وجه الاقتصاد والاعتدال وذكر حكم ذلك وأنه قد يكون حراما وقد يكون مكروها وذكر أن الحال التي يكون فيها حراما لها صورتان وهي إذا كانت العبادة على هذا الوجه تؤدي إلى ترك واجب أو الوقوع في محرم وأما الحال التي تكون العبادة فيها على هذا الوجه مكروه فذكر لها صورتين وهي إذا كانت العبادة تضعف المكلف عما هو أصلح منها أو توقعه في أمر مكروه وذكر جملة من الأدلة الدالة على هذا وكل ذلك تقدم معنا تفصيله في الدرس السابق ولله الحمد ووقفنا عند قوله رحمه الله وفي الصحيحين عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال الآخر أما أنا فلا آكل اللحم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني وهذا الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يدل على أنه يحرم على الإنسان أن يأتي بالعبادة على غير وجه الاعتدال وهذا يؤخذ من أمرين في الحديث الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر هؤلاء النفر من الصحابة رضي الله عنهم عندما قال لأحدهم أما أنا أصوم ولا أفطر وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام إلى آخر ما ذكره فلم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولو كان جائزا لأقرهم صلى الله عليه وسلم عليه لأن من القواعد المعروفة عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الإقرار على محرم فإذا رأى أحدا يفعل محرما فإنه لا يقره عليه لأن الإقرار فعل والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن فعل ما هو محرم الوجه الثاني الذي يدل على أن الإنسان إذا جاء بالعبادة على غير وجه الاقتصاد وكانت تؤدي إلى ترك واجب أو فعل محرم فإن ذلك يكون محرما قوله في الحديث فمن رغب عن سنتي فليس مني وقوله من رغب قوله من هذا لفظ عام يشمل كل من رغب ورغب معناه أعرض وقوله سنتي السنة هي الطريقة فقوله سنتي يعني طريقتي وقوله ليس مني يعني ليس على طريقتي وعلى شريعة السمحة وهذه الرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لها حالان الحال الأولى أن تكون بنوع من التأويل والاجتهاد وذلك بأن يترك الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم بنوع تأويل واجتهاد وذلك كما فعل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في الحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله فحينئذ يكون من رغب عنها على هذا الوجه معذورا وذلك بسبب الاجتهاد والتأويل وعلى هذا يكون معنى قوله فليس مني يعني فليس على طريقتي أي ليس على الطريقة التي أنا عليها وهذا لا يلزم منه الكفر لا يلزم منه الكفر وذلك لأن من ترك السنة على هذا الوجه وهو التأويل والاجتهاد لا يكفر بذلك هذه هي الحال الأولى الحال الثانية أن يرغب الإنسان عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإعراض والتنقص وفي هذه الحال يكون عمله كفرا فإذا ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته التي كان عليها على وجه ألا التنقص لها والإعراض عنها فإن ذلك كفر لأنه لا يجوز للإنسان أن يتنقص سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عنها وعلى هذا فقوله ليس ليس مني يحتمل معنيين المعنى الأول ليس على طريقتي والمعنى الثاني ليس على ملتي وقوله في الحديث في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء النفر ورد في بعض المراسيل أن منهم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله ابن عمر رضي الله عنه وعثمان وعثمان ابن مضعون رضي الله عنه وغيرهم وقوله عن عمله في السر يعني عن عمله الذي لا يطلع عليه عموم الناس وإنما يطلع عليه خاصته وهن لا أزواجه رضي الله عنه وقوله في الحديث ما بال أقوام يعني ما شأن أقوام فإن البال معناه لا أشان ومنه وأصلح بالكم يعني أصلح شأنكم وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأدى به في الإنكار أنه يعرض بالفاعل ولا يصرح به غالبا وذلك من باب الستر على فاعل المنكر لأنه إذا ستر عليه كان أدعى ذلك كان يتحقق بهذا مصلحة إنكار المنكر ولا يترتب على هذا مفسدة إحراج فاعله وهذا من تمام خلقه صلى الله عليه وسلم العظيم الذي أثنى الله سبحانه وتعالى عليه عندما أقسم في قوله وإنك لعلى خلق عظيم وقوله لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر لكني هذا استدراك من النبي صلى الله عليه وسلم لأن لكن تأتي لعدة معاني منها الاستدراك وهذا الحديث يصلح أن يكون دليلا من أدلة القاعدة التي بدأ بها جوابه وهي أن ما شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في العبادات مبني على الاقتصاد والاعتدال فهذا الحديث يصلح أن يكون دليلا لهذه القاعدة ويصلح أن يكون دليلا على الحال الأولى في مسألة لمن جاء بالعبادة على غير وجه الاقتصاد فقد عرفنا أن هذه المسألة لها حالان الأولى تكون فيها محرمة في صورتين والثانية تكون فيها مكروهة في صورتين فهذا الدليل يصلح أيضا أن يكون دليلا على الحال الأولى أما الحال الثانية وهي إذا فعل المكلف العبادة على غير وجه الاقتصاد وكانت مكروهة إما لأنها تضعف العبد عما هو أصلح منها وإما لأنها توقعه في أمر مكروه فيدل عليها الدليل الذي ذكره في قوله وفي الصحاح من غير وجه عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه إلى آخره فهذا الحديث دليل على الحال الثانية وهي حال الكراهة قال رحمه الله وفي الصحاح من غير وجه يعني من غير طريق بمعنى أنه جاء من طرق متعددة عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه أنه كان قد جعل يصوم النهار ويقوم الليل ويقرأ القرآن في كل ثلاث فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تفعل فإنك إذا فعلت هجمت له العين هجمت له العين يعني غارت ونفهت له النفس نفهت يعني ملت وكسلت وقد فسر الشيخ ذلك في قوله أي غارة العين وملت النفس وسائمت وقال له إن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا فآت فآت ذي حق حقه وقول النبي صلى الله عليه وسلم فآت كل ذي حق حقه هذا من أحسن ما يفسر به الاقتصاد في العبادة والاعتدال وهو إعطاء كل ذي حق حقه ولا يمكن أن يعطى كل ذي حق حقه إلا باتباع ما أنزل الله سبحانه وتعالى ولهذا تقدم معنا في تفسير الاقتصاد والاعتدال في تفسير العدل أنه ما أنزل الله عز وجل وبناء على هذا يكون الاقتصاد والاعتدال هو اتباع ما أنزل الله سبحانه وتعالى ولهذا تقدم معنا في تفسير الاعتدال والتوسط والاقتصاد لأنه استعمال الآثار على وجهها كما يقوله ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية فقوله في هذا الحديث فآتي كل ذي حق حقه هذا من أعظم ما يفسر به الاعتدال والاقتصاد والتوسط وهو أنه إعطاء كل ذي حق حقه ولا ولا يمكن أن يُعطى كل ذي حق حقه إلا باتباع ما أنزل الله سبحانه وتعالى قال هذا هذا فيه بيان وجه دلالة هذا الحديث على الحال الثانية وهي أن العمل إذا كان يضعف الإنسان عما هو أصلح منه أو كان يوقعه في أمر مكروه فإنه يكون مكروها فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لوجه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما إلى أن يراعي حق نفسه وأن يراعي حق زوجه وأن يراعي حق ضيفه فإن كان إن كانت هذه العبادة وهي صيام جميع الدهر وقيام جميع الليل في جميع العام تمنعه من أداء الحقوق التي عليه فإنها تكون حراما وإن كانت تضعفه عن هذه الحقوق التي عليه فإنها تكون مكروهة إذا كانت تمنعه من أداء الحقوق التي عليه أو كانت تؤثر على بدنه كأن تغور العين أو أن تمل النفس فإن العبادة تكون محرمة محرمة وأما إن كانت تضعفه عن أداء هذه الحقوق فإن العبادة حينئذ تكون مكروهة ثم ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وقال إنه يعدل صيام الدهر وأمره أن يقرأ القرآن في كل شهر فقال إني قال ابن عمر إني أطيق أفضل من ذلك ولم يزل يزايده يعني لم يزل ابن عمر يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة حتى قال يعني له النبي صلى الله عليه وسلم فصم يوما وأفطر يوما فإن ذلك أفضل الصيام قال فإني أطيق أفضل من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لا أمر ابن عمر بالطريق العدل القسط وهو أن يصوم لثلاثة أيام من كل شهر وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعدل صيام الدهر يعني صيام ثلاثة أيام من كل شهر تساوي صيام جميع الدهر من جهة حصول الثواب بمعنى أن ثوابها مثل ثواب صيام الدهر فيتحقق الأجر نفسه مع عدم حصول المفسدة التي تترتب على صيام الدهر كله وهذا هو تمام العدل وهو أن يأتي الإنسان بالعبادة فيحصل الثواب من غير أن يترتب على ذلك مفسدة محرمة أو مفسدة لمكروهة ولما قال ابن عمر رضي الله عنهما إن يطيق أفضل من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك وهذا الحديث وكذلك الحديث الذي قبله وهو حديث النفر الذين جاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يدلان على أن العالم إذا رأى شيئا من بوادر الغلو على شخص أو على طائفة فإنه يتعين عليه أن يبادر بإنكار ذلك ودلالة هذا الإنسان أو هذه الطائفة على الطريق المعتدل المتوسط وينبغي له أن يحاورهم ويناقشهم في هذا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حاور عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وجادله ونقله من مرحلة إلى مرحلة وهذا من واجبات العلماء أنهم إذا رأوا إنسانا ظهرت عليه بوادر الغلو أو وقع فيه أن يبادر ببيان الهدى له والطريق المعتدل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن العلماء هم ورثة الأنبياء فينبغي لهم أن يفعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ رحمه الله في الجواب وكان عبد الله بن عمر لما كبر يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ربما عجز عن صوم يوم وفطر يوم فكان يخطر أياما ثم يسرد الصيام أياما بقدرها لأن لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم على حال ثم ينتقل عنها وهذا لأن بدنه كان يتحمل ذلك وإلا فمن الناس من إذا صام يوما وأفطر يوما شغله عما هو أفضل من ذلك فلا يكون الصيام أفضل في حقه وكان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فإنه كان لأفضل من صوم داود وهذا الكلام الذي ذكره يدلنا على أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا استمر في الطريقة التي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها مما يدل على أنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما أمره أن يصوم يوما أو أن يفطر يوما فهم منه عدم الإلزام بذلك وهذا يختلف باختلاف الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يصوم يوما ويفطر يوما لأنه كان قادرا على ذلك ويأخذ من استمراره لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم له لم يكن على الوجوب لأنه لو فهم منه الوجوب فعل كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك والصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس بالتنزيل وأكثرهم فهما للتأويل فيدل هذا على أن ابن عمر رضي الله عنه لم يفهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحتم عليه ما طلبه منه وإنما طلب منه ذلك على وجه الإرشاد وبيان ما هو الأفضل وذلك لأنه يترتب عليه التقصير في بعض الحقوق وهذا غايته أنه أمر مكروه أما لو كان يمنعه عن أداء الحقوق أو عن أداء بعضها فإنه حينئذ يكون محرما من غير إشكال فابن عمر رضي الله عنه ليس من هذا النوع الذي يمنعه الوصال في الصيام وقيام جميع الليل عن أداء الحقوق وإنما هو من الصنف الآخر الذي يضعفه عن الإتيان بذلك ولهذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أفضل ثم إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ندم على ذلك في آخر حياته وقال يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم من صيام يوم وفطر يوم وذلك لأنه صار يشق عليه أن يفعل بعد أن كبر ما كان يفعله في أيام شبابه لأن الإنسان يضعف في آخر حياته عما كان في بداية حياته وقوة نشاطه ثم سلك رضي الله عنه طريقة وهي أنه يصوم مجموعة من الأيام يصوم عددا من الأيام ثم يفطر أنه يفطر عددا من الأيام ثم يصوم بعددها فإذا أفطر عشرة أيام متصلة صام عشرة أيام متصلة وهكذا وهذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وذكر رحمه الله أمرا ذكر ابن تيمية رحمه الله أمرا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يصوم يوما ويفطر يوما لأنه كان يقوى على ذلك ويتحمله أما ولهذا يكون هو الأفضل في حقه أما من لا يستطيع ذلك من لا يستطيع أن يصوم يوما ويفطر يوما فإنه لا يكون في حقه الأفضل أن يصوم يوما ويفطر يوما ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل هذا كان لا يصوم يوما ويفطر يوما وإنما كان يصوم أياما متتابعة حتى يقال لا يفطر ويفطر أياما متتابعة حتى يقال لا يصوم وذلك لأن الطريقة التي كان يفعلها داود عليه السلام لكانت تشغل النبي صلى الله عليه وسلم عما هو الأعظم وأفضل فلهذا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت تشغله عما كان الأفضل والأفضلية كما سيأتي إن شاء الله في آخر الفتوى لتختلف باختلاف أحوال الناس فقد يكون الأفضل في حق شخص ليس هو الأفضل في حق آخر وقد يكون الأفضل في حق شخص آخر أو قد يكون المفضول في حق شخص آخر الأفضل في حق غيره فالأفضلية تختلف باختلاف الأحوال الناس ولهذا قال رحمه الله وهذا لأن بدنه كان يتحمل ذلك يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهو صيام يوم وفطر يوم لأن بدنه كان يتحمل ذلك وإلا فمن الناس من إذا صام يوما وأفطر يوما شغله عما هو أفضل من ذلك فلا يكون أفضل في حقه وإنما يكون الأفضل في حقه هو الذي لا يشغله عما هو أنفع منه وكان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يشغله صيام يوم وفطر يوم عما هو أفضل من ذلك كتعليم الناس والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك من الأعمال التي نفعها نفع عام فإنه يعني صلى الله عليه وسلم كان يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل من صوم داود قال ومع هذا فقد ثبت عنه في الصحيح أنه سئل عن من يصوم الدهر فقال من صام الدهر فلا صام ولا أفطر وسئل عن من يصوم يومين ويفطر يوما فقال ومن يطيق ذلك وسئل عن من يصوم يوما ويفطر يومين فقال وددت أني طوقت ذلك وسئل عن من يصوم يوما ويفطر يوما فقال ذلك أفضل الصيام فأخبر أنه ود أن يطيق صوم ثلث الدهر لأنه كان له من الأعمال التي هي لا أوجب عليه وأحب إلى الله ما لا يطيق معه صوم ثلث الدهر يعني مع هذا أي مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر أن يصوم يوما ويفطر يوما ومع كونه صلى الله عليه وسلم مشتغلا بما هو أفضل من هذا الفعل فقد ثبت عنه في الصحيح يعني في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سئل عن من يصوم الدهر فقال من صام الدهر فلا صام ولا أفطر من صام الدهر فلا صام يعني لم يصوم صياما شرعيا فالنفي هنا نفي للحقيقة الشرعية ولا أفطر يعني لم يفطر حقيقة وذلك لأنه ممسك عن الأكل والشرب فقوله لا صام يعني لم يصوم صياما شرعيا وذلك وذلك لأن هذا الطريقة من الصيام منهي عنها وما دام أنها منهي عنها فإنه يكون وجودها كعدمها ولهذا قال لا صام يعني لا صام شرعا وهذا إخبار ليس دعاء ولا أفطر يعني لم يفطر حقيقة وذلك لأنه ممسك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات وسئل عن من يصوم يومين ويفطر يومين فقال ومن يطيق ذلك وهذا استفهام بمعنى أن لا أحد يطيق ذلك وسئل عن من يصوم يوما ويفطر يومين فقال وددت أني طوقت ذلك يعني وددت أن الله عز وجل جعل من طاقتي وقدرتي أن أصوم يوما وأفطر يومين وسئل عن من يصوم يوما ويفطر يوما فقال ذلك لا أفضل لا الصيام كما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أفضل من ذلك فقال هنا ذلك أفضل الصيام فأخبر أنه يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه ود أن يطيق صوم ثلوث الدهر لكنه صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ذلك لأنه كان له من الأعمال التي هي أوجب عليه وأحب إلى الله ما لا يطيق معه صوم ثلوث الدهر وهذه الأعمال هي الجهاد في سبيل الله عز وجل وتعليم العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك من الأعمال التي نفعها العام أما صوم يوم وفطر يوم فهذا نفعه خاص بالصائم ومن قواعد المفاضلة بين العبادات أن ما كان نفعه متعديا أفضل مما كان نفعه قاصرا على المكلف والعلماء اختلفوا في صوم الدهر إذا أفطر الإنسان يومي العيد وأيام التشريق هل يجوز للإنسان ذلك أو أنه لا يجوز فاستحب ذلك طائفة من الفقهاء ومن العباد أيضا وأجازه لطائفة آخرون من غير كراهة وحملوا النهي عن صيام الدهر على على من يصوم مع ذلك يومي العيدين وأيام التشريق وقالوا هذه الصورة المنهي عنها وذهب طائفة الآخرون إلى أن صيام الدهر الخلاف الأولى أو أنه مكروه وهذا هو الذي صوبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما هو في موضع في مجموع الفتاوى وأيضا في الاختيارات الفقهية التي جمعها علاء الدين البعلي رحمه الله فاختار هذا القول وهو أنه مكروه أو خلاف الأولى واستدل على هذا بحديث عبد الله ابن عمر الذي تقدم معنا وهو أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه صام الدهر في الزمان النبي صلى الله عليه وسلم وفهم لأن نهيه عن ذلك ليس على وجه التحريم وإنما هو على وجه الكراهة أو خلاف الأولى ولهذا لما قال إني أطيق أفضل من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك ولم يقل إن هذا محرم وإنما قال لا أفضل من ذلك أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان هديه ما تقدم معنا وهو لأنه يصوم عددا من الأيام حتى يقال لا يفطر ويفطر عددا من الأيام حتى يقال لا يصوم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أما بالنسبة لقيام الليل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بعض الليل وينام بعضه كما في حديث أنس رضي الله عنه الذي تقدم معنا أنه قال ولكني أصلي وأنام فكان هديه صلى الله عليه وسلم الغالب أنه يقوم بعض الليل وينام بعضه إلا أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لأنه قام بعض الليالي الليل من أوله إلى آخره كما جاء ذلك في العشر الأواخر من رمضان فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ليله وهذا يدل على أنه كان يقومه جميعه لأن ليله في الحديث لفظ عام لأنه مضاف مضاف إلى الضمير فيشمل جميع الليل فيدل الجمع بين هذين الحديثين وهما حديث أنس رضي الله عنه في قوله وصلي وأنام وحديث لعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى ليله أن هديه الغالب في الألعام أنه يقوم بعض الليل وينام بعضه أما في العشر الأواخر فإنه يقوم الليل كله وربما قام بعض الليالي كلها لكن ذلك ليس هديا دائما له صلى الله عليه وسلم وبهذا تأتلف الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وكذلك ثبت عنه في الصحيح أنه لما قرب من العدو في غزوة الفتح في رمضان أمر أصحابه بالفطر فبلغه أن قوما صاموا فقال أولئك العصاه هذا من الأدلة التي يستدل بها على الأصل الذي بدأ به الجواب وهو أن المشروع الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الاقتصاد في العبادة وقوله في غزوة الفتح يعني في غزوة فتح مكة في رمضان وهذا الحديث يدل على النهي عن الصيام في السفر والعلماء اختلفوا في الصيام في السفر هل يصح أو لا وذلك على قولين القول الأول أنه لا يصح وهذا هو مذهب الظاهرية واستدل على ذلك هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاه فلما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين صاموا في السفر بأنهم عصاه لدل ذلك على أن الفعل لا يصح لأن النهي يدل على الفساد فهم عصاه لأنهم أتوا بأمر منهي عنه والنهي يدل على الفساد واستدل على ذلك أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ليس من البر الصيام في السفر فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى كونه برا أي طاعة فما دام أنه ليس طاعة فإنه يكون معصية وإذا كانت العبادة منهيا عنها لذاتها فإنها لا تكون صحيحة لهكذا فهم الظاهرية لرحمهم الله من هذين الحديثين القول الآخر لأن الصيام في السفر صحيح وهذا هو الذي عليه جماهير العلماء لكنهم اختلفوا في الأفضل هل الأفضل للصائم هل الأفضل للمسافر أن يصوم أو أن الأفضل له أن يفطر والأكثر على أن الأفضل هو الصيام لمن أطاق ذلك من غير مضرة فمن قدر على الصيام من غير مضرة فإن الأفضل له أن يصوم ويدل على هذا هذا الحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر صام في رمضان ويدل عليه أيضا أنه جاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مقيل له لإن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر وشرب صلى الله عليه وسلم وهذا يدل لعلى لأن النهي عن الصوم في السفر إنما يكون في حال المشقة فمن شق عليه الصيام فالأفضل له لأن يفطر أما من لا يشق عليه الصيام في السفر فإن الأفضل في حقه لأن يصوم وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر يعني لمن شق عليه ذلك وكذلك قوله أولئك العصاه لأنهم صاموا مع وجود المشقة ويدل على هذا أيضا الحديث حمزة بن عمر الأسلم رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال له هذه رخصة فمن أخذ بها فبها ونعمة ومن صام فلا بأس أو كما قال صلى الله عليه وسلم ومن جهة النظر فإن الصيام في السفر أفضل لمن كان لا يشق عليه لأنه أسرع في إبراء الذمة والإنسان لا يدري ما يعرض له ومع ذلك فالصوم والفطر كلاهما جائزان لكن الخلاف في أيهما الأفضل وجمهور العلماء كما عرفنا أن من لا يشق عليه الصيام فالأفضل له الصيام وبهذا تجتمع الأدلة وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فرأيه في هذه المسألة هو أن الفطر للصائم الأفضل وإن لم يجد المسافر مشقة في ذلك و يستدل على هذا بعمومات الأدلة التي فيها نهي عن الصيام في السفر والعام في اللفظ يكون عاما في الأحوال لأن العموم في الأقوال يكون عموما أيضا في الأحوال فيشمل ذلك حال المشقة وحال وحال عدمها فالمصنف رحمه الله جاء بهذا الحديث ليستدل به على الأصل الذي ذكره في بداية الجواب وهو أن العبادات مبنية على الاقتصاد في العبادة قال رحمه الله ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في أول النهار لما لم يكن فيه لم يكن في الصيام مشقة فلما حصل فيه مشقة في آخر النهار أفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر وأمر الصحابة أن يفطروا قال رحمه الله وصلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر دابته مرة وأمر من معه أن يصل على ظهور دوابهم فوثب رجل عن ظهر دابته فصلى على الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخالف خالف الله به يعني هذا الرجل مخالف مخالف يعني لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره خالف الله به هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحصل منه المخالفة فلم يمت هذا الرجل حتى ارتد عن الإسلام والعياذ بالله وهذا الأثر ذكره الهروي في كتاب ذم الكلام وأهله قال وقال ابن مسعود رضي الله عنه إني إذا صمت ضعفت عن قراءة القرآن وقراءة القرآن أحب إلي وهذا رواه البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان فابن مسعود رضي الله عنه لما وجد أن الصيام ليضعفه عما هو أفضل وهو قراءة القرآن فإنه كان يترك الإكثار منه رضي الله عنه وجنس القراءة جنس قراءة القرآن أفضل من جنس الصيام التطوع وهذا من فقه ابن مسعود رضي الله عنه وأما من كان لا يضعفه الصيام عن قراءة القرآن فإن الأفضل قال له أن يجمع بينهما لأن هذا فيه جمع بين المصلحتين وقد تقدم معنا أن الأفضلية تختلف باختلاف أحوال الناس فلا يقال عن شيء لأنه أفضل مطلقا لكل أحد في كل زمان فالأفضلية تختلف باختلاف الأحوال فقد يكون الأفضل في حق شخص من أعمال التطوع مفضولا في حق غيره وقد يكون المفضول في حق شخص فاضلا في حق غيره قال وهذا باب واسع قد بسط في غير هذا الموطن يعني هذه الأدلة التي تدل على هذا الأصل الذي بدأ به الجواب كثيرة جدا يعسر استقصاؤها لأنه رحمه الله استقرأ هذه الأدلة لاستقرأ الأدلة لاستخرج القاعدة التي ذكرها بناء على استقراء هذه الأدلة وعلى هذا يكون دليل القاعدة هو الاستقراء أي استقراء الأدلة من الكتاب والسنة فإننا إذا نظرنا فيها واحدا واحدا لنجد أنها تدل على هذا الأصل وهو الاقتصاد في العبادة لبقي أن يقال ما دام أنه ورد عن الشرع الأمر بالاقتصاد في العبادة والنهي عن ضد ذلك فكيف يفسر ما ورد عن السلف للصالح من ما ورد عن بعض السلف الصالح من سرد صيام الدهر أو قيام جميع الليل والجواب عن هذا من وجهين الوجه الأول ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه أن أكثر ما روي عن السلف الصالح في هذا الباب لا يثبت أكثره ضعيف أكثر ما روي عن السلف الصالح رحمهم الله في هذا الباب ضعيف لا يثبت لا يثبت عنهم الوجه الثاني لأن ما ثبت عنهم يحمل على ما إذا لم يؤدي إلى أمر محرم أو أمر مكروه يعني يحمل على غير الحالين السابقتين وهما حال التحريم وحال الكراها فيأتي أحدهم بالعبادة لكنها لا تؤدي به إلى الوقوع في محرم أو ترك واجب كما أنها لا تضعفه عن ما هو أنفع منه أو توقعه في الأمر مكروه فهؤلاء تحمل أعمالهم على ما عدا الحالين السابقين ويمكن أيضا أن يجاب بجواب ثالث بوجه ثالث وهو أن هذه الآثار الواردة عن السلف محمولة على ما إذا لم يترتب على ذلك مشقة فقد جاءوا بما يقدرون عليه ويستطيعونه وقد ذكر هذا الجواب أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام وأيضا ذكره في كتاب الموافقات ثم يمكن أن يذكر جواب رابع وهو أنه لو ثبت وهو أن ما ثبت عن السلف الصالح في هذا الباب ما دام أنه ليس إجماعا فإنه لا يكون دليلا وإنما يكون عمل لأفراد من بعض الأمة وإذا عمل أحد عملاً يخالف ما تقتضيه الأدلة الشرعية فإن الأدلة الشرعية مقدمة وبهذا نكون قد انتهينا من الأصل الأول ولم انتهى من الكلام على الأصل الأول بدأ يتكلم على الأصل الثاني لأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للعلم للنافع والعمل الصالح ونتكلم على الأصل الثاني في اللقاء القادم بعون الله وتوفيقه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين